فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يفتلون إن الله سميع عليم فمن خاب من مرص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غطور رحيم يا أيها الذين آفنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا لكم تستقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعجة من أيام الظقار وعلى الذين يصيقونه فدية صام مسكين فمن تقوى خيرا فهو خير الله وأن تقوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر وموانا لبيء مدل في قرآن دلنات وبينات من الهدى والفرقان فمن سيد منكم الشهر فليقومه ومن كان مريضا أو على كفر فعجة من أيام أخرى يريد الله بكم الإسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العزة ولتكفروا الله على ما هداكم ولا لكم تشبعون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الدعاء إلى دعاني فسيستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام وفذو إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تقتالون أنفتكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشقوهن وابتغوا ما فتد الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتفين لكم الخيط قل أبيغوا من الخيط الأسود من الفجر ثم دموا الصيام إلى الليل ولا تباشغوهن وأنتم عاكفون في المساجد كلك حدود الله فلا تقرأوها كذلك يبين الله آياته للناس دعان لهم يستقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباسل وتزروا بها إلى الحكامل تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل التي قل هي مباقيت للناس والحج وليس الفيق بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البرمن اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واستقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذي لا يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأقضيوهم من حيث أخرجوكم والفترة أشد من القاتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحوام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافتين فإن انتهوا فإن الله وفوه الرحيم نقاتلوهم حتى لا تكون فترة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا أتوانا إلا على الظالمين الشهر الحوام في ساري الحرام والحرمات الطفات فمن يعتد عليكم فاتدوا عليه بمثل ما تتا عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأدموا الحج والعنوة لله فإن أحصلتم فمثيتها من الهدي ولا تحذقوه أوتكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان لكم مريضا أو به أذن من رأته ففدية من صيام أو صدقة ففدية من صيام أو صدقة أو يسر فإذا أمنتم فمن تمتع في العنغة إلى الحج فمثيتها من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا وجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهده حافظ المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد الحصاب الحج أجهر من معلومات فمن فروا فيهن الحج فلا رفت ولا فزوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزفدوا فإن خير الزاد التخوى واتقون يا أولي الألفاب ليس عليكم جناح أن تبدأوا فولا من ربكم فإذا أفوتم من عرفات فاذكروا الله عند المسعر الحرام واذكروه كما أداكم وإن كنتم من قتله لمن الظالمين ثم أفره من حيث أفعو الناس فالتوفر الله إن الله رفور رحيم فإذا قويتم منافككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشك ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من حلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وقنا عذاب النار أولئك لهم لطيب مما كتبوا والله تريعوا الحساب واذكروا الله في أيام معجودا فمن تعجل في اليومين فلا إذم عليه ومن تأخذ فلا إذم عليه بمن اتقى واتقوا الله تعلموا أنكم إليه تحسنون ترجمة نانسي قنقر